موسيقى بسم الله وبعد الاتكال على الله ينطلق برنامج الطريق إلى عبدالله عشرين وعشرين أهلاً وسهلاً المتابعين الكرام مساء الخيرات ومرحباً بكم نتمنى أن نكون قد وفقنا ببداية الطرح نطرح في ما يتعلق باستحقاق دستوري توجه إلى انتخابات الأردن ينتخب وشعور الناس شعور المرشحين وبنفس الوقت ما يعتري طريقنا لبلوغ تاريخ عشر أهداعش اللي هو تاريخ تقديم الأصوات والاقتراب أهلاً وسهلاً بكم بهذا البرنامج الطريق إلى عبدالله عشرين وعشرين برنامج أعد له جيداً المحتوى قد يكون ربما جديد ومختلف على عديد ممن يتابعون هذه النوعية من هذه البرامج ولكن نعدكم دائماً بما نعدكم فيه طول عمرنا من خلال برامجنا صراحة ومصداقية ومواجهة جريئة نقدم فيها القيمة الفضلة بما يخدم المصلحة لأردننا وطننا ولأبناء هذا الوطن يا أهلاً وسهلاً بكم بهذه الحلقات كالعادة دائماً وفي الشان النيابي البرلماني والتحليل كان يرافقنا صباحاً دائماً في حلقات الأربعاء زميلنا وأخونا الأستاذ عصام بيضين وهو رفيق يومي في حلقات الطريق إلى عبدالي 2020 بتحليلاته التي نبدأ فيها وندخل بأرقام قد تكون مذهلة بطريقين إما صادمة محبطة وإما ترفع معنويتنا وبنفس الوقت تعطينا فكرة تجدد من سويتنا وتعطينا الدافع إلى الإقدام أهلاً وسهلاً وسهلاً أهلاً أبو أحمد ومساء الخير للمشاهدين جميعاً صباح الخيرات هذه برنامج بصورة مساء الخير مساء الخيرات نحن بتعود تعودوا الناس أستاذ عصام علينا بحالة من الجدل دائماً بحلقاتنا قد نختلف أنا وأنت وبجوز هذه من جماليات ما نقدم أنا وأنت بإقرار الناس واستحسانهم والحمد لله رب العالمين هذا توفيقهم من رب العبادة آليتنا في برنامجنا هذا فيما يتخصص بالشأن الانتخابي ضيوف رح يكون في حضرتك لك تحليل نبدأ في الحلقة وبعد ذلك يدخل ضيفنا طبعاً أستاذ عصام بيدين مشارك رئيسي في الإعداد بهذه الحلقات وهذا شيء يصر خاطرنا لأنه كم المعلومات اللي بنكشها يعني جدير حقيقة بالطرح بمثل هذا البرنامج برنامجنا من التاسعة لغاية العاشرة يوم الاثنين ويوم الخميس كل حلقة بأمر الله سيكون هناك ضيف مميز بناحية ما الآن التقييم في هذا التمييز يعود لمتابعنا الكريم يا أهلاً وسهلاً بكل مشاهدي عمان تيفي وننطلق بهذا اليوم اللي هو باكورة الانطلاق لهذا البرنامج الاثنين أرباطعش تسعة الفين وعشرين ندعو من الله التوفيق والسداد أستاذ عصام الأجواء الانتخابية من أين نبدأ نسمع عن أعداد نسمع عن قوائم نسمع عن 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 يعني بداية أبو أحمد هذا البرنامج سيتناول الواقع الانتخابي بحيادي بدقة بمعلومات علمية بأرقام نحن على مسافة واحدة من الجميع ولكن يجب أن لا يزعل مننا أحد لأننا نقدم الحقائق وقد تكون الحقائق مرأة للبعض ولكن هذه الحقيقة نحن تعودنا منذ عام 2012 يمكن أنه دائماً نقدم الحقائق الماضي البعيد والقريب والمتوسط لكل من يقدم نفسه لخدمة الناس كمرشح ستكون حقائق والآن فريق إعداد متخصص بهذا الموضوع مفاجآت قادمة طبعاً حضرتك تعرف بأنه ضيفنا الكريم الذي سيشرفنا بحلقة اليوم كأول ضيوف برنامج الطريق إلى عبدالي 2020 هو وزير سابق سياسي مخضرم برلماني مخضرم أيضاً السيد عبدالكريم الدغمي واللي راح إن شاء الله بعد أن ننتهي من فقرتنا إحنا والأستاذ عصام سيكون جالساً ها هنا نسأل ويجيب وإذا أراد هو أن يسأل أيضاً نحن نستطيع أن نجيب تفضل أستاذ عصام يعني اختربت الانتخابات النيابية موعدها بدت الأجواء الانتخابية رغم جائحة كورونا رغم الظروف التي تعاكس إجراء الانتخابات والبعض يطلق البالونات الاختبار هنا وهناك ولكن بدأت تتبلور مشاهد انتخابية المسهى الجميع هنا وهناك بدأت تتشكل القوائم بعض الدوائر الانتخابية أعلنت قوائم يعني مثلاً في العاصم هناك سخونة انتخابية عكس السنوات الماضية المشهد الانتخابي لا بدأ يظهر على السطح رغم أن بعض أصحاب المصالح يحاولون أن يؤكدون أنه ليس هناك انتخاب رغم أن هناك حسم قرار الدولي أنه كل المؤشرات تؤكد أن هناك جراء انتخابات هذا من الأرقام اللي ممكن لاحقاً لما نستعرض بعض الجذاول راح تكون من الأرقام الكبيرة جداً 1500 1500 مرشح حتى الآن وانت لديه نية للترشيد يعني الآن التعمق بالأرقام التعمق بالواقع تباحها أبو أحمد سيكشف مفاجآت يعني هذه الانتخابات قد تكون بشكل آخر بنمط آخر وعلى أي مرشح يريد أن يخذ الانتخابات أن يتعامل مع هذه الأجواء تصورك من حيث الشباب من حيث الواقع الانتخابي الفئات العمرية وغيرها والاكمامات يعني خارطة مختلفة ليست الطرحات الكلاسيكية القديمة قد تنفع في هذه المرحلة بنفس الوقت يعني بجوز كون مستغرب على عدد من المرشحين والقائمين على حملاتهم الانتخابية بأنه في ظل الكورونا الأمور استراتيجيا تغيرت يعني لا مقار انتخابية صحيح لا ولائم لا مرجانات انتخابية المستقل للانتخابات وبكذا تعليمات جديدة يعني تعمل بتعليمات جديدة تلاحق المال السياسي بصرامة ومتابعة شديدة حسب ما يشاء نعم الآن هذه الظروف إنعكاساتها على المرحلة القادمة المرحلة القادمة أبا أحمد إن وضع التعليمات من هيئة المستقلة تتعامل مع أسوأ الاحتمالات بظل إنه قد يتصاعد الجائحة لا سمح الله نعم هناك مجموعة دلائل وأرقام ملفتة إنه ما يزيد أكثر من مئة نائب من الحاليين والسابقين ينون خوض الانتخابات مئة من المئة وثلاثين أكثر أكثر وربما يصل الرقم الأكثر ولكن البعض يعني يستطلع الأجواء في منطقته قراءات رصد من حيث القرار الأمر الآخر إنه هذه الانتخابات تتضمن أمور جديدة جدا بحيث إنه فئة الشباب مثلا من يبلغ عدد أعمارهم من 17 إلى 25 هم مليون وتسعة وثلاثين ألف وسبعمية وثلاثة وتسعين ناخب إذن المرشح يتعامل مع جيل شباب جيل شباب يعاني البطالة جيل شباب نمط تفكيره وآلياته هو يعتمد على الفيسبوك على وسائل الاتصال الحديثي فهم يعني المايستر أو هم من يقودون هذا من يقودون هذا يجب أن يتعامل أي مرشح مع هذا الحشد من هؤلاء الشباب اللي بعانوا من ظروف ومتغير لا تنفع القطابات القديمة مع هذا الواقع جميل جدا نعم هذا نحن نحكي على واقع الحال خاصة أبو أحمد إذا تسمح لي مثلا الفئة العمري من واحد وثلاثين لأربعين عام عددهم نحو مليون واربع آلاف بينما مثلا أنه يوازنه هذا الجيل نقدر نحكي عنه اللي تعود على النواب ولكن جيل الشباب هو الجديد إذا تم تحفيزه للذهاب إلى صناديق الانتخابات بنمى التفكير جديد بآليات لا ينفع الخطاب الكلاسيكي وأنه نقول بأن الظروف الآن وقادة ومستشارية الحاملات الانتخابية هل يكون التوجه إلى فئتين عمريتين بيجي بقول لك خطابين صح أنا أخاطب الشخص اللي مجربني وعارفني والأغلب عم بيقول بالله لم أستفد شيء بهرم من الشباب صح أتجي إلى شباب تجربتهم جديدة حماسهم عالي ولكن من الممكن أن يتأثر بالجيل اللي قبله صح فبالتالي المعادلة صعبة جدا بالنسبة للمرشعين الآن مجلس نوابنا وجيل الشباب ممكن يأثر على كبار السن خاصة إذا عرفنا أنه الآن وسائل التواصل الاجتماعي هي من تقود أنماط التفكير حاصة أنه خمسة وثمانية مليون هم من مستخدمي الفيسبوك في الأردن الأردن من أعلى الأرقام بالعالم بمواقع التواصل الاجتماعي نمط جديد وتفكير جديد يجب أن تتغير الأليات القديمة خلينا ندخل في موضوع ما يتعلق بالانتخابات التي ستجرى نعم القادمة وبأعداد بس هيك سريعة سريعة لعداد وتقسيمات تفضل يا سيد يعني إحنا حكينا أنه 1500 مرشح لديهم النية لخوض الانتخابات قد تشهد لأنه لم تسجل رسميا يمكن الآن بالجداول اللي بعرضوها الإخوان سنستعرض من التسعة وثمانين يعني التسعة وثمانين هي بداية عودة الديمقراطية خلينا نأخذ إحنا المجلس الحالي الآن وبعد ذلك نستعرض المجلس الحالي هو ما يحتوي من أرقام من حيث مرشحين ما زلنا على مية وثلاثين مرشح على ما أظن القانون لم يتغير مية وثلاثين نائب لم يتغير القانون رغم كل التحسينات التي جرت على نظام الصوت الواعد اللي من الثلاثة وتسعين ولكن بقيت تتضارى بالأعداد مية وخمسين مية وثلاثين مية وعشر ثمانين كانوا ولكن لديهم النية الترشو عددهم يتجاوز 1500 مرشح حاليا إذا بنستعرض من التسعة وثمانين أبو أحمد في جدول حاولنا أن نحصر نمو التفكير رغم أنه اكتشفنا جدول المجالس جدول المجالس نسب الاقتراع عدد المرشحين كيف تفاوتت الأمزجة لدى الناس مثلا إحنا يمكن الجدول واضح أمام الأخوة المشاهدين مثلا بعودة الديمقراطية لو عملنا مثلا مقارنة بالتسعة وثمانين كانت نسبة الاقتراع بعودة الديمقراطية إثر ما جرى في الجنوب 63% كان عدد المرشحين لخوض الانتقابات رغم أنه فتحت الأبواب للأحزاب وخلافه كان 647 مرشح كان عدد المقاعد ثمانين ولكن بذلك الوقت رغم أنه لم تجروا انتخابات كثيرة لم تفز في تلك المرحلة سيدة بالكوتة وممكن بحلقات قادمة سنستعرض هذا الموضوع ب93 بداية أدوم بذرة الصوت قانون الصوت الواحد اللي كان عليه جدل إلى اليوم لم ينتهي كانت نسبة الاقتراع إذا باللاحظة 68% اللي تخدموا يترشحوا 536 لثمانين مقعد ظلت تابتي تم إجراء الانتخابات عبر قانون الصوت الواحد تلك الفترة في 97 الانتخابات إذا باللاحظ نسبة الاقتراع انخفضت بدأت تنخفض أنا أتوقع أنه أيامها مربوطة بشكل دراماتيكي مع الأزمة الاقتصادية باللاحظ أنه 55% بذلك الوقت المرشحين مثلا 564-80 مقعد ثابت في 2003 لا بس أنت هون بتقول في 1997 كان فيه هناك مقاطعة وهي بتجوز مقاطعة الأول مقاطعة من حزبة جبهة الإسلامية على أسر قانون الصوت الواحد اللي ثار ضج أنا ذاك لأنهم حصلوا ما يزيد عن 22 مقعد بال89 يعني ممكن هذه معلومة جديدة البعض ما تذكرها 2003 تم تقسيم الدوائر المملكة إلى 45 كانت نسبة الاقتراع 58 عدد المرشحين ارتفع نوعا ما 765-110 مقاعد لأنه زادت الأعداد من 80 إلى 110 لتوزيحها على باقي المناطق ب2007 هنا النقطة اللي كانت المفصلية بموضوع الانتخابات اللي لليوم لم ينتهي الجدالية بموضوع التزوير وخلافه والأخذ والرد كانت نسبة الاختراع بذلك الوقت يعني علامة استفهام أنه 57 المرشحين 885-110 مقاعد كانت اتهمات بالتوزيير كما عاكينا 2010 53 بالمية هنا كانت 53 بالمية 663 مرشح ارتفع عدد المقاعد إذا باللاحظ قاطع الإسلاميين أيضا وحزب الوحد الشعبي تلك الانتخابات 2013 باللاحظ أنها 56 نسبة الاختراع ولكن زاد عدد المرشحين بقاربه يمكن العدد المرشحين في المرحلة هذه 1500-1500 ارتفع عدد المقاعد 150 وكانت هي من اللي لما دورست أنه عدد كبير جدا سخب بمجلس لم يؤدي إلى النتيجة وأيضا كان في مقاطعة من الإسلامي مقاطعة ب2016 اللي هي آخر انتخابات باللاحظ انه خفاض كبير جدا بالنسبة الانتخابات نسبة ضخمة ضخمة جدا 1252 130 مقعد شارك الإسلاميين في هذه الانتخابات ولكن يعني كانت دائما محاق العاصمي والزرقاء واربد نوعا ما هي الأقل بالتصويت خاصة دوائر عمان مثلا الثالثة لا تتجاوزين في التصويت فيها 15% رغم أنه هي اللي ظهر على السطح أنه هي الدائرة الأهم النسبة للتصويت في عمان والزرقاء هي الأقل تاريخيا طيب تقسيمات المجلس القادم ب130 نائب نعم ذكرا وأنثرا نعم كيف يعني قسمت نعم الأحزاب أغلبها بدها تخوض الانتخابات من الواضح أنه أغلب الأحزاب أعلنت ويمكن الحركة الإسلامية تعلن قبل نهاية الأسبوع عن القائمة تبعتها اللي بتضم تحالفات مع بعض الأقطاب هنا وهناك بعض الأحزاب تشارك القوى العشائرية تحاول دخول النواب السابقين حكينا بدهم يدخلوا الانتخابات الخارطة قد تظهر بالحلقات القادمة أبو أحمد نوعا ما أكثر قد تظهر بال بال بالأمر أكثر خاصة الآن الآن يبدو بأنه أخوان هذه هذه اللي أنت تفضل فيه أبو أحمد هو أنه مقاعد مجلس النواب أنه يعني على الكوتا اللي هي دائما للنساء مثلا هاي المقاعد 130 ثابت بعد ما كانت 8 150 110 تراوحت رجعت 130 هاي هنا إجمال المقاعد مبين للأخوان المشاهدين ولكن الخارطة الانتخابية الآن ستحكمها مجموعة بحلقاتنا أبو أحمد كل دائرة القوى العشائرية القوى الحزبية حجمها بالتصويت قدراتها بالأرقام وشون فرصة النائب اللي موجود شو تاريخه ستكون تفسيريا بهذه الجداول بالأرقام كل منطقة انتخابية في الأردن العزيز من الشمال إلى الجنوب تقليديا القوى العشائرية والحزبية في مليون ونصف صوت تقريبا شباب 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 هل ستكون ذات الأثر في من تعدى هذا السن تعدى الخمسة وعشرين يعني إذا المراقب المحايد أبو أحمد بلاحظ أن القوى العشائري لم تعد متماسكة مثل السادق يعني كيف أنه هناك أكثر مثلا بالعشير أكثر من مرشح فلم تعد توجد إجماعات بعض الوجهاء أو الشوخ في العشائر يحاولون إبقاء الرابطة هذه بعمل على الأقلية ديمقراطية بداخل العشيرة من أجل التماسك يعني صناديق الانتخابات لأول مرة نشاهدها في الأردن أنه داخل فيه انتخابات داخل الانتخابات أنه العشيرة تجري انتخابات من أجل لا يكون حرد أو غضب من أبناء العشيرة الواحدة من أجل التماسك يعني أكثر في أسماء رنانة كانت مطروحة بقوة ولكن حكم أنه لا في صندوق انتخابات وهذه مناسبة جديدية يعني الظاهرة بدأت تتوسع في إربد جراء في محافظة الكرك جراء في بعض المناطق في العاصمة جراء أنت تقصد بأنه التجمعات العشائرية اعتمدت صندوقا للاقتراع تشكل لجنة داخلية اللي بدهم يرغبوا الانتخابات بسجل أسمهم تشكل لجنة لفرز كل واحد من أبناء العشيرة بدلي بصوته بالصندوق تشكل لجنة فرز من تجمع عليه العشيرة هو مرشحة يخوض الانتخابات الباقيين ما لهم مش فرصة ديمقراطية داخل صندوق الانتخابات العشائري فهذه الملامح اللي موجودة القوائم بدأت تشكل أبو أحمد مثلا في الدائرة الأولى لدينا علم هاي دا عشر قائمي العاصمة مثلا الثالثة العاصمة حوالي ممكن فوق العشر قوائم السلطة 18 قائمي بعض الثانية العاصمة أيضا أربع قوائم بدأت يعني مع اقتراب موعد التسجيل له ببداية الشهر القائم بكلمات منك لجمهورنا ومتابعينا أو محبين المحتوى الذي نقدمه كيف تصف يعني النهج الذي سيقدم من خلال برنامج الطريق إلى عبدالي عشرين وعشرين من خلالك وخلالي وجهود الطيب البرنامج يمكن اللي كانوا يتابعونا بحلقات بألفين وثلات عشر أبو أحمد كنا صريحين جدا وهذا الصراحة أدت إلى يعني تذكر الصدى اللي كان إلها إحنا كل نائب سيأتي الماضي القريب والبعيد له بتفصيليا بخارطة بالواقع التفصيلي له شو إنجازاته ماذا قدم لمنطقته شو كان مواقفه يعني هو بده يتخذ أمام العشيرة أو المنطقة موقف هو شوه كان إلى أنه الآن إذا باللاحظ حتى من الاستعرضنا أبو أحمد أن القرارات الاقتصادية أو القرارات الموافقات على القرارات اللي كانت تتخذ من الحكومات المتعاقبة هي أنهكت الناس وهي سامت بالمقاطعة فكيف أنت تريد أن تقدم نفسك من جديد في برنامج انتخاب هذا هو متابعينا الكرام المقصود من حلقاتنا الطريق إلى عبدالله عشرين عشرين نحن الآن نلتقي أصحاب فكر أصحاب خبرة نسمع منهم ربما يتهكم المتابع على ما يقول الضيف وربما يؤيده ربما يقتنع به وربما يخالفه وظيفتنا هنا ليست عملية ترويج لانتخابات أو ترويج للامتناع عن انتخابات هذا حق دستوري يملك إرادته المواطن الأردني صاحب الحق بالاختراع نحن نناقش الآن فكر ونرى ماذا لدى سياسيين ليطرحوا من خلال برامج قادمة قد تكون لهم وقد تكون لغيرهم ولكن بأرقام وتحاليل وهنا مختص التشريح مش أنا طبيب قراح نعم فأنا بدي أشكرك جزيزي الشكر بس بدي أحكي كلمة نحن صدقنا الناس سابقا وعلى العهد سنكشف الأمور بحقائقها بدون تزويق وبدون مبالغة ما دمت صادقا لن أجزك على الطور وهذه تحية لأهلنا في الكرك متابعينا الكرام أول فواصلنا وانتهاء فقرطنا هذا هو النمط يدخل عسام بايدين بهذا التحليل نخرج بفاصلنا ويعود معنا الضيف الله يعيننا عليه ويعينه علينا ضيفنا المحامي والأستاذ والسياسي ووزيرا سابقا ونائبا حاليا الأستاذ عبد الكريم الدغمي ولكن بعد الفاصل واجعت الفرصة التي تلقفها الجميع بشوق بلقاء يتسم إن شاء الله وكما سترون بأنه يعني شخص جريء نتعلم منه الجرأة وبنفس الوقت عندنا جرأتنا الخاصة وخصوصا عندما نتحدث في مصلحة وطن ومواطن رجال بالأردن كثير غيرين على هذه المصلحة وأول لقاءاتنا تكون مع معالي السيد عبد الكريم الدغمي أهلاً وصهلاً معالي بفاصل مرحباً بك يا مرحباً بك وشكراً على تلبيتك الدعوة شكراً للك على الدعوة لقاءنا يا سيدي سريع ولكن في دعونا نقول العصارة والخلاصة نبدأ سريعاً بأنه إحنا طلبنا من إخوان حقيقةً هم مؤثرين لهم في الشأن السياسي والإعلامي والشأن الداخلي الأردني أساتذة أصحاب مواقع الأستاذ باسل لعكور صاحب وناشر موقع جوت ونيفور والأستاذ هاشم الخالدي مؤسس وصاحب موقع سرعيا لهم أسئلة سجلت عبر كاميرات الفيديو موجهة لي معالي السيد عبد الكريم الدغمي نأخذ هذه الفيديوهات وننطلق منها بحوارنا مع السيد عبد الكريم الدغمي أساء الله خير ما أود أن أسأل للناب عبد الكريم الدغمي عن إنعكاسات اتفاقات السلام التي توقع مؤخرا مع الكيان الصليوني المحتل اتفاقيات الإمارات والبحرين وربما السعودية فيما بعد أو عمان أو غيرها من دول الخريج العربي إنعكاسات هذه الاتفاقات على الأردن والقضية الفلسطينية وخاصة أننا نعرف أن توقيع هذه الاتفاقية في هذا التوقيت يعني إقرارا وموافقة على صفقة القرن لماذا يتعامل الأردن الرسمي مع هذه الاتفاقيات بهذه الخفة هذا من جهة أما على الصعيد الشخصي فأود أن أسأل أيضا الناب عبد الكريم الدغمي لماذا يقرر الترشح في كل انتخابات تجري وهو يعرف أن مجلس النواب ما هو إلا ديكور أو إكسسوار كما وصفه في إحدى المقابلات التلفزيونية شكرا جزيلا سؤالي مختصر وسريع قبل هالمرة أنت أزليت بتصريح لافت للانتباه لما قلت أنه مجلس النواب مجرد ديكور معلوماتي بأنه تم معاتبتك من بعض المسؤولين أو النواب هل هذا صحيح؟ الأمر الثاني أو الشقة الثاني من السؤال ماذا كنت تقصد بمجلس نواب ديكور شكرا لكم يا أهلا وسهلا متابعينا كما سمعتم وضيفنا العزيز أمرين اشتركوا فيه وإخواننا فيما يتعلق بالوصف الذي وصف فيه السيد أبي الكريم الدومي مجلس نواب ديكور وحقيقة جرع قلوب الكثيرين وبجزء سبب عتب كبير عليك حتى من جهات مختلفة السؤال الثاني موقفنا الأستاذ باسر لعكور يقول لماذا مع عقد الاتفاقات في دول شقيقة وخصوصا بعمليات التطبيع يقول بأنه موقف الأردن رخو وخصوصا بأنه هذه كلها هي مداخل لصفقة القلب يا سيدي أول شي بالنسبة لموضوع الدكور يعني في ناس كثير للأسف ومنهم إعلاميين مع الكرام الشديد يأخذ الكلام مجتزا لا يأخذ الكلام في سياقه أنا قلت أصبح المجلس ديكور بناء على ما حصل في تعديلات النظام الداخلي بالمجلسين السابع عشر والثامن عشر جميل التعديلات هذه يعني حدت من قيمة النائب وحدت من كلام النائب وإذا بدي أحسب لك النائب قديش يحكي بالأربع سنين بناء على التعديلات اللي صارت في مجلس الـ 2017 ومجلس الـ 2018 فعلا أصبحنا ديكور لأنه بحكي عشر دقائق في الموازنة أربع موازنات لأربع سنين هاي أربعين دقيقة نيح عندك الثقة صارت حكومة واحدة وفيه يعني ظرف معين صارت حكومتين عشرة وعشرة هاي عشرين دقيقة بحكي بالأربع سنين أنا نعم وعندك بالمداخلات مداخلات القوانين عملوا بالتعديلات إذا ما بتقدم اقتراح مكتوب للرئيس قبل الجلسة ما بتحكي فخلينا نقول بتحكي لك خمسين مرة بالقوانين خمسين في دقيقتين مئة دقيقة اجمع لي إياهن بالإضافة لعشر دقيقة أو عشرين دقيقة اجمع لي إياهن هاي مئة وستين دقيقة في الأربع سنين مقسم على أربع سنوات في عمو المداخل إذن أنا ديكور اللي عد للنظام الداخلي ما بخاف الله بالألفين وسبعة عشر والألفين وسبعة عشر وهزأ من قيمة النائب وهزأ من قيمة مجلس النواب وجعل فعلا للمجلس ديكور التعديل من يقترحه ومن يقوم به ومن يجري ويتمه مين سيدي في ناس في منظمات التمويل الأجنبي الانجي اوز هذي ذكرت أكثر من ما هاي اللي ذكرت أكثر من هاي تدخلت في التعديلات في الألفين وسبعة عشر ويتذكر هلا بالاسم أنا بحكي يتذكر الأستاذ المحترم الدكتور مصطفى ياغي اللي كان رئيس اللجنة القانونية في الألفين وسبعة عشر لما دعاني أنا مش عضو دعاني أحضر اجتماع تعديل النظام الداخلي وإلا عاملينه في اللاند مارك رحت على اللاند مارك قلت شو القصة احنا نعمل اجتماعات اللي جاننا في مجلسنا في قاعات مجلسنا العظيمة وإلا في اللاند مارك وإلا قاعدين تبعين منقبات دول قلت له إيش هذي مصطفى أنا ما بتناديني مع هذول أنا هذول ما بأمن فيهم أنا هذول اللي رأي فيهم غير إيجابي شو رأي فيهم أنا رأيي أنهم خربوا ويخربوا العادات والقيم الاجتماعية وبالتالي ينفذوا منها إلى السياسة ويغيروا القوانين باتجاه تخريب قيم وأخلاق المجتمع في قيم وفي خصوصيات لكل مجتمع إذن وضح السيد فيصل الدغمي بأنه عبد الكريم أعفا سيد سيد عبد الكريم الدغمي أبو فيصل معالي بأنه ما قيل في خصوص وصف الديكور قيل في مناسبة معينة لمجالس سبعة عشر وثمانتعشر أنتقل إلى سؤال تنفع النواب هل هو حقيقة موجودة ولا عبارة عن إشاعات ممكن تيارات متضادة تسوغها تجاه بعضها يقول لك فلان حوت في الوزارات فيما يتعلق بالعطاءات بالوكالات بالكفالات بي 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 هذه واضحة أساسا من السر يعني أنه في نواب جايين يحموا مصالحهم ويحموا شركاتهم ويحموا استثماراتهم وعمقوها من خلال موقع النائب من خلال موقعه كنائب اللي عنده مصالح مثل هيك بيحاول يبتز فيها الحكومة ويبتز فيها المسؤولين ويحقق مصالح من خلال نيابته وهذه الأكثر هم اللي بيستعملوا المال الأسود اللي بيشتروا الناس وبعضهم يشتري الناس ويشتري بعض النواب ويشتري بعض النواب لغيات معينة حتى يحقق مصالح هذه موجودة موجودة وحكينا عنها لا طريق لردعها سيدي طبعا فيه طريق لردعها أولا الناس يجب أن لا تبيع أصواتها اثنين جهات الرقابة يجب أن تشدد على قصة المال الأسود وشراء الأصوات وأن تضبط هذه العملية وأن تضبط العملية الانتخابية بحيث لا يكون هناك بيع وشراء الأصوات هذا إجراء يمنع من وصول هذا النائب الراغب بالتنفع ولكن وصل هذا الشخص ذكرا أو أنثى كيف أستطيع بعد وصوله أن أقيد يجب أفضليته الآن النواب بيراجعوا وزارات بيصادفهم الوزير وله مكتب متخصص بمعاملات النواب بيقولهم المجلس موقوف المجلس الآن غير منعقد بيقولوا ولكن إحنا ما زلنا نملك صفة النيابة الشرعية صحيح؟ سيدي إحنا ما زلنا نواب لم يحل مجلس النواب لكن ما في دورة إحنا في عطلة باعتبار خارج الحصانة البرلمانية اللي علمت أنا أنه رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات أرسل كتابا إلى رئيس الحكومة بأن لا يعامل النواب حتى يتساوى الجميع المرشحين لأنه أكثر النواب مشاريع مرشحين للانتخابات القادمة نعم فحتى لا يعامل النواب معاملة تفضلية نتيجة علاقتهم بالوزراء ولذلك سمعت هيك أنا ما شفته الكتاب بس حكالي عنه أكمن صديق من الزملاء الوزراء قالوا لي أنه فيه هيك هيصار وحكالي رئيس الهيئة قال لي بعت كتاب وجه بعض النواب بهذا الكتاب في عديد من الوزراء أنا سمعت هل تعتقد بأنه هذا قرار يحقق العدالة ما بين نائب موجود حاليا ونائب راغب أو شخص راغب بالترشح إلى أحد ما يعني ولا بشيء فاتر بشيء بسيط جدا بشيء بسيط جدا إذن قدنا حضرتك في العديث وخصوصا بعد هذا التعميم اللي يقال بأنه صدر عن دار رئيس الوزراء بأنه إحنا ظروف الكورونا اللي بنعاني فيها من شهر مارس أو ثلاثة أو آذار هل عطل كورونا أداء المجلس فعليا ولا هو زاد في دوزة تعطيل لمجلس يقول الناس بأنه مو عطل سيدي من لما دخلت الكورونا وصارت العطل أظن فيه 18 ثلاثة نعم وكانت الدورة سارية مفعول صحيح دورة المجلس حتى 10 خمس كان مستمرة نعم فوقفت جلسات المجلس واللي بعرفه أن الحكومة ساهمت بتوقيف جلسات المجلس لأنه حفاظا كانوا متشددين كثير كانت دولتنا متشددة كثير مش سياسة فوقفت جلسات المجلس يعني حكيت مع الرئيس الأخ عاطف قلت له قال لي والله يعني حذرين كثير وحذروا فينا الصحة والجهات الصحية وهذا أنه يعني إذا نعقد الجلسة ممكن يصير عدوى ويصير إلى آخره فعطلت الجلسات شو بقوله الإخوان الإعلاميين كل ما أفتح جريدة ولا أفتح موقع المجلس الغائب عن المشهد المجلس الغائب طيب والله العظيم فيه تلفزيونات وتقول عن حالها مستقلة كنا نتحركش فيهم على أساس يسووا معنا لقاء وبدنا نقول يعني إذا نوخايفين من الحكومة أو الدولة بدنا نقول إذا الحكومة أدت أداءا جيدا وأدت أداءا ممتازة بدك تخدمهم يعني بدنا يعني بدنا نحل لا بيخافوا مني لأني مثلا أنت قلت لأنه أنت اسمك بلاك لستد على على التلفزيون الأردني بلاك لستد من أيام عبدالله نصور وواحد ثاني مات ما بدي أحكي اسمه واحد كان مسؤول مهم فقط على الجي تي في على التلفزيون الأردني على التلفزيون الأردني وإذا بطلع بديهم على التلفزيونات ثانية اللي بيمونوا عليها كمان تحسى الواحد اللي بنقوله صوت معاي بقولك أنا معاك واللي بمون عليها غياب المجالس وشعور نائب مخضرم زي النائب عبدالكريم الدغمي بأنه المواطن يجلد مدلس الموابة بتحسوا بشعور في مناسبات خاصة في لقاءات خاصة بتحس بأنه نعم ينظر لي شزرا باستنالي وقعة باستنالي هفوة ولا هذا الكلام عبارة عن وهم لا لا موجود سيدي من لما ينجح مجلس النواب ثاني يوم يبدأ الطخ عليه يعني والنواب الإجداد قاعدين يستقبلوا تهاني اللي نجحوا مبارح والطخ يبدأ ليش سألني ليش أولا المرشحين اللي ما بحالفهم الحظ أو يرسبوا خلينا نقول ناخبين هم أكثر من اللي نجحوا فما حدا مبسوط أنه مرشحه لم ينجح جميل هذه واحدة اثنين بتصيدوا لك على كل كلمة وعلى كل هفوة ثلاثة يأخذوا كلامك مجتزة زي ما قصة ديكور هاي نوضحت لك لك يعني هاي أول فرصة أطلع فيها من أكثر من ستة شهر على محطة التلفزيون وبتشرف أني أشترف لما يا سيد أشترف لما يا سيد أشترف لما يا سيد أشترف لما يا سيد متمنى بصراحة يعني بس دعيتني قبلت ولا أنا مش سهل أقبل بصراحة صحيح مقابلات عليهم خاصة عند انتخابات ومخابلات رضاك عن اللقاء لغاية الآن هاي؟ رضاك عن اللقاء لغاية الآن لا لا ما شاء الله عليكم كان فيه تولي من قبل السيد عبد الكريم الدغمي لرئاس مجلس النواب في 2012 على ما أظن أيام الربيع العربي وللصدفة واليوم أنت ضيفنا صدر محكمة قرار منها فيما يتعلق بقضية الفوسفات اللي هي قضة الهيئة المتخصصة في مكافحة الفساد في محكمة الجنايات الصغرى اليوم بتجريم وليدي الكردي بالحكم عليه في القضية الشهيرة في ذلك الوقت وكانت اللجنة التحقيقية بتصوري بقضية الفوسفات النائب أحمد الشقران في ذلك الوقت ولكن أثناء توليك المجلس صدر القرار بعدم مسؤولية أو براءة أنا سبيكر بعدين اللي كان ينظر فيه رئيس مجلس نواب مائل وثقل في هذا القرار خلينا أقول لك ما عليش سألتني وأنا متذكر كل إشي القضية التي نظرت في المحكمة غير القضية التي نظرت في مجلس النواب الذي نظر في مجلس النواب عملية بيأ الأسهم مش عملية الاختلاص الاختلاص مجلس النواب ليس محكمة حتى ينظر في قرار ليس صاحب اختصاص وليس صاحب اختصاص مجلس النواب ينظر يعني رقابته سياسية ونظر في الموضوع الإداري إنه كيف بيعت الأسهم وليش بيعت الأسهم ولمين بيعت الأسهم كان القرار ليس مقنعا لأغلبية النواب وأنا بتذكر قعدنا بدون ما نشرب شربة مي قعدنا لبعد الساعة أربعة وتركت كل النواب يتكلمون براحتهم وبعدين صوتنا طلعت الأغلبية مش مع القرار شو أسوي أنا؟ أنا بدير جلسة أنا ما بملك أجبر نائب أنا مش رئيس على النواب أنا رئيس للنواب وليس عليه وأنا كإعلامي ومتابع ومتابع حثيث أنا بشكرك اليوم لأنه صار فيه توضيح لأمرين فيما يتعلق بموضوع ما يؤخذ وللأسف هذا موجود إحنا بنواجه بإعلامنا فيما يتعلق بالاجتزاء أكثر من شخص في موقع سواء كان مسؤولا أو لا يجب أن يقول لك يا أخي لم أقل هذا الكلام هذا جزء من الكلام هذا وضحته ووضحت أيضا فيما يتعلق أثناء رئاستك لمجلس النواب وقضية الفوسفات بشقين الشق الجزائي لو اختصاص المحكمة نعم وأشق لا هل ندخل فأشكرك على التوضيح إحنا مش محكمة ولا واجبنا نحكم وندين وكذا إحنا بنحقق في قضية إدارية نعم في قضية بيع هذا حقنا نراقب الحكومة اللي باعت أسهم الفوسفات هل باعت صحيح باعت غلط بنحاسبها ما باعت غلط هذه بترجع للنواب وضمير كل نائب أن يصوت وليس أنا الذي ولم يكن لي صوت أنت قلت أنا سبيكر أنا سبيكر أنا رئيس رئيس لمجلس النواب وليس رئيسا للنواب وليس رئيسا على النواب رئيسا لهم وليس عليهم بعد أمرك نخرج بفاصل قصير جدا ونعود نستكمل حديثنا اللي إن شاء الله أنه يكون حديث طيب يجري في توضيح أمور ربما تكون غائبة عن الدين أو ربما تطرح على فكرنا لأول مرة ويكون نصيبنا بأنه إحنا من حفزنا ظهورها وتبريرها فاصل ونعود يا أهلا وسهلا بكم متابعين هذا اللقاء ليس مخصص له أن يكون لقاءا تقليديا وأنا يعني بدي تقييم حتى من متابعين الأكارم بحلقات قادمة أنه هل هو موازي ومساوي لبرامج أخرى تقليدا ولا نخرج بمحتوى آخر أعود إلى ضيفي الكريم السيد عبد الكريم الدومي الآن يا سيدي إحنا منحكي قادين والمجلس زي ما حكيت حضرتك إعلام وأصوات تقول يعني المجلس غائب المجلس غائب الحكومة منفردة في مواجهة الكورونا وتحت كورونا وأقول دائما كما عرى كورونا كما غطى نعم اليوم بطلع القرار ووزير الدولة لشهر الإعلام والاتصال يقول بتعليق الدوام لمرحلة مدرسية باستثناء الصف الأول للثالث واستثناء التوجيهية وإحنا بواحد تسعة كان في لقاء مع وزير التربية والتعليم يا جماعة إحنا دارسين الوضع صح نعم دارسين الوضع صح كيف ترى المشهد وتعامل حكومة دولة دكتور أمر الرزاس في ظل قوانين دفاع بحالة طوارئ تساند أي حكومة ابتخذ أي قرار طيب شكرا على السؤال جميل جدا الآن أنا لي كلمة دائما بحكيها بقول المجلس القوي تقابل حكومة قوية دائما نعم تنتج عنه حكومة قوية الحكومة شو بتقول ما حدا بحب حدا يراقب عليه ما في حكومة تحب مجلس نواب يراقب عليه الآن الحكومة متفردة في القرار وفوق هذا وذاك مثل ما تفضلت معها قانون دفاع بتعطل أي قانون بأمر دفاع يكتب سطرين رئيس الوزراء بقول صدرت أمر الدفاع رقم 15 رقم 17 عطل القانون شو اللي سويته تخبيص من أول الأزمة لليوم تخبيص هاي الحكومة عجيبة غريبة هاي الحكومة عجيبة غريبة دمرت الجهاز الإداري دمرت الموظفين هذا الرئيس عجيب هذا الرئيس يعني بحس أنه أنا بصراحة يعني أنه كأنه ما له علاقة بالوطن ما له علاقة بالأردن ما له علاقة بالشعب الأردني أنت تتحدث عن رئيس الوزراء الأردني أنا بتحدث عن مستشرق لماذا؟ مستشرق هذا هذا ليس له علاقة بالوطن دمر الموظفيين رمجهم روحهم عقدهم عدل لهم نظام الخدمة المدنية بما يسيء لهم بكورونا تخبيص أنت كأعلامي في تخبيص ولا ما فيه؟ مية من سؤالك نفسه بحكي عن التخبيص تخبيص غير معقول تخبيص غير معقول قرارات متناقضة تصريحات متناقضة إيش بدنا نعرف عالنا إحنا يعني وصلنا مرحلة القلق في الكورونا وصلنا مرحلة العدوى الاجتماعي ولا ما وصلنا البس كمامة يا عمي هاي الكمامة نلبسها مكممين ثمام نوساك تيم فوتت بيها لكن هذا الحكي ما بجوز يعني يجب أن يكون هناك تيم ويرك يعمل ويصل القرارات فعلا يعني بأولها برفع القبة على الجهاز الصحي للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ولوزير الصحة كمان حتى أكون منصف أنا اللي اللي بسوه كويس بمدحه ما بستعي من حدا نعم لكن هذه الحكومة فقدت كل شيء فقدت مبرر وجودها وبالذات الرئيس وبالذات الرئيس فقدت مبرر وجودها أنا أحس أنه مستشرق وأحس أنه لا علاقة له بالوطن بصراحة خلوا يقطع راسي ويعلق مشنكتي لا أحدا بيقطع راس ولا أحدا بيعلق مشنك إلا اللي ركبها نعود إلى سؤال وجهه أخونا وحبيبنا الأستاذ باس اللي أكون يعني بجوز غفلنا أن نجيب عليه يعني في ظل هذه الاتفاقيات وبتعرف أنه إحنا من قبل هذه الاتفاقيات والأردن كان موقف متأزم وخصوصا بالنسبة لقرارات الضم والدعايات الانتخابية يبقوا فيها نتنياهو والدعم الأمريكي المنقطع اللي يزاد الطيم بل لديرت الظهر من الشقيق ومن أخ ومن قريب ومن حبيب ومن صحيح صحيح فهو يقول الآثار المترتبة على هذه الاتفاقيات تدعم فكرة صفقة القرن والأردن وحيد ولكن إحنا بردودنا الحكومية حسب ما قال يعني يبدو بأنه ردنا فاتر ماذا لديك احنا الصحيح يعني من لما بدأ موضوع الضم وصفقة القرن اللي هي جزء من صفقة القرن موضوع ضم أراضي الضفة الغربية والأغوار والأغوار الفلسطينية هذا اللي يوقف حقيقة من العرب هو جلالة الملك عبدالله وبالتالي نحن نفتخر بهذا الموقف ونعتز بهذا الموقف ونسنده ونسنده وقد أسندنا بما نملك من قول أو فعل أو تصريح أو إعلام كلنا سندنا وكلنا وقفنا خلف جلالة الملك بهذا الموقف وكلنا نحس أنه وحيد ولذلك مش غريب على بعض الأخوة أن يأتي ويدير الظهر لنا ويعقد اتفاقيات تطبيع واتفاقيات سلام هو ليس بحاجة له يعني لو فيه مبرر لو أنك دولة مواجهة لك حدود مع دولة الكيان هل تملك هذا الحق بالعتب ودولتك موقع اتفاقية سلام نحن على حدود هذه الدولة المصطنعة هذا الكيان الغاصب نحن إلا مبرراتنا كدولة مجاورة مثل ما كانوا يسمونها دول الطوق يعني أنا ما بلوم حتى سوريا لو وقعت اتفاقية لكن إنك أنت من وراء البحار تيجي وتوقع اتفاقية ما فيه داعي فيه اتفاق فيه شو اسمه قرار القمة العربية في بيروس سنة الـ 2002 قرار القمة العربية قال لك تطبيع كامل بس انسحاب من الأراضي التي احتلت عام 67 موقف حكومتنا سيدي يا أخي تمسكوا فيه تمسكوا فيه موقف حكومتنا سيدي حكومتنا ما لها موقف احنا في الموضوعات مثل ما قلت لك موقف جلالة الملك ونحن ما زلنا نحيي وندعم ونساند موقف جلالة الملك أما هاي حكومة هاي دكانة سيدي عندي قبل أن أختم الحلقة ومتابعين على كان وضيف العزيز عندي فقرة هي سؤال تجيب عليه فضلا ليس أمرا بدقيقة وعداد بعد وجرس طيب نسأل أسئلة سريعة ونبدأها فيما يتعلق بالتالي كنت حضرتك حدا جدا في حكومتين حكومة علي أبو الراغب وحكومة عبداللانسور لماذا هاتين الحكومتين تحديدا؟ لأن الفساد استشرى أيامهما هكذا؟ بس نقطة أقل من دقيقة مشان تنبسك أقل من دقيقة بنقلنا لسؤال ثاني ممتاز نعود إلى سؤال آخر إحنا منحكي قادين بأنه بتصورك ما هي أفضل حكومة مرت والنائب عبدالكريم الدقومي نائبا ومرت علي وهو في مدرس النواب والله فيه كثير حكومة ممتازة أشر أنا مشي يعني المنظر مش أسود بعينية إذا عرضت حكومة أو عرضت حكومتين المنظر مش أسود بعينية أشر لنا بحكومة فيه حكومة طاهر المصري حكومة مدر بدران حكومة عبدالكريم الكباريتي حكومة حكومات الشريف زيدي بن شاكر شو بدي أعدد لك دولة عبدالرواف الروابدة دولة عبدالرواف الروابدة يعني ما يزعلوا عليه إذا ما بذكرتم أما أكثر اللي يشتغلوا وأكثرها نقمة وتاريخهم يشهدوا أكثرها نقمة هم اللي كنت فيها أكثر حدي انتهى السؤال بتصورك الحكومة بأذرعها رئيس الوزراء عنده فريق وزاري الفريق العامل عتبنا في أيام حكومة السيد سمير الرفاعي وقلنا تكنقراط حكومة حتى وصفت بحكومة صلعان تتذكر في تلك الفترة عتبنا في تلك الأيام أداء الفريق الوزاري المرافق لدكتور عمر الرزاز مقارنة بما عتبنا عليه بحكومة سمير الرفاعي كيف يقيمون لا يعني الفريق الوزاري يشوف نسبي الأداء سواء في حكومة سمير الرفاعي أو في حكومة عمر الرزاز الفريق الوزاري نسبي تلقى وزير جيد منتاز وطني منطلق بيشتغل للناس بيشتغل حقيقة بقرارات حقيقية بشغل مرتب بشغل منظم وتلقى وزراء يتخبطوا وزراء لهم مصالح وزراء اللي جايب أبوه من هون واللي جايب أخوه من هون يزبط وضعه الله أعلم خلينا ساكتين خلينا ساكتين باقي قلنا الجرس لسه في 22 ثانية ننتقل للسؤال البعد رسام الكركتير حجاج رسم رسما وكان فيه هناك تعامل قانوني وبناء على شكوى حسب ما قرر ما رأيك في الإجراء اللي تم اتقاده بتوقيف رأيك بكل أبان لا شوف أحكي لك إذا توقف من قبل قاضي أو مدعام لا أستطيع أن أعلق حسب الطلاع حضرتك على ما كان أنا اللي طلعت عليه أنه أوقف من قبل قاضي أنا ما بحب يتوقف أي واحد بالمناسبة ولا أحده بحب وأنا حتى تغليظ العقوبات دائما إذا بتتراجع الأرشيف تبعي في مجلس النواب دائما ضد تغليظ العقوبات أنا هيك قلبي وهيك طبيعتي وهيك خلقتي إني ما بحب تغليظ العقوبات ولا بحب التوقيف كله لكن إذا وقفوا قاضي أو وقفوا مدعام لا أستطيع أن أعلق على القرار القضائي لأننا كلنا تحت القضاء وتحت أمر القضاء وتحت سيادة القضاء هذه الدعوة ربما من المناصرين قد تهاجم عليها بأنه مدام أنت تقول بأن التوقيف عن طريق الدعاء عام من ياب عام أو قاضي فهو قرار المحق مش كل الناس يدرموا بهذا الشكل أنا ما بقول المحق أنا ما قلت يا أستاذ ياسم أنا قلت لا أستطيع أن أعلق على قرار على قرار صادر عن قاضي مختص أو عن مدعي عام مختص لا أعلق وهيك أنا كمحامي هيك تعلمت أنا قرار القاضي بقول له شكرا سيدي برد للدعوة بتكون إن شاء الله بعشرين مليون بقول له شكرا سيدي ببتسم وحتى ما بديل ظهري إليه بطلع لورا استقالات النواب نرد عليها ولا عبارة عن طشي تهديد بالاستقالة التلويح بالاستقالة والاستقالة والمستقالة والمجلس خلص كم يغضل عني مثل الليه اتغندرت وجهزت ووقفت على الباب بدها تروح على الأرس نعم قال له جوز هذا سبحت بدها روح على الأرس قالها ما انت خالصة وبنتغندرة ولافسة مع السلام مع السلام يستقيلوا لا بجد شو رأيه لا يزال بهذا حكي عمرك لووحت باستقالة أنا مرة واحد كنت جاد طبعا كنت جاد ما الذي دفعك للتراجع بقدر اختفظ بالجواب لا الذي دفعني أمري أولا الجمهور الذي انتخبني والذي احترمه ما حييت صحيح وحقيقة منعوني وحجزوني عن عن إجراء ذلك كان في القاعدة القاعدة كان في موقف شديد واجهته فقررت الاستقال كذا دورة أكثر من ربع قرن وهذا سؤال مطروح من قبل الجميع يعني ما مللت شوف لما بتخدم واحد ثلاثين سنة وكان عمرك ثلاث ثلاثين أربعة وثلاث ثلاث ثلاثين وكل هالخدمة هاي بدون تقاعد يمكن فيه تقاعد بسيط تقاعد لما كنا نصير وزارة شو بدك بعد العمر هذا يعني شو ظل من العمر حتى توفروا عن الناس الناس بيعرفوني أنا يعني وبركضوا وبيجوا وبتصلوا وحتى مش مخلييني أشتغل انتخابات خليني أشكيلك يعني وأشكيلهم مدامهم كذا بيشوفوني مش مخلييني أشتغل انتخابات من كثر الطلبات ومن كثر الاتصالات ومن كثر الهبا ف هذول كاي بده تركهم ما بتركهم إلا هما بدهم يتركوني فهم بدهم إياني كل دورة بيقولولي بقولهم هاي آخر مرة آخر مرة أنت تصرع بأنه هاي آخر مرة آخر مرة مشان الله آخر مرة وإذا ما بدهم إياني بترجعهم بيقولولي ما بدنا إياك أنا هايهم بيسمعوني بترجعهم بيقولولي يا عبد الكريم روح قعد ارتاح بكون ممنون وسعيد يعني دائما وبداية الإزهار يكونوا جميلا جدا زي الزهر لما بيطلع بالربيع أجمل مما تكتمل نمو الزهرة بدخولها بالصيف وبداية حلقاتنا حقيقة يعني بهذا الجمال وهذا الوصف بلقانة بهذا الرجل المحترم الجريء يعني ربما يكون كل إنسان في عنده ما يحب الناس وما لا يطيق الناس ولكن بالنهاية لكل متفق بأنه الرجول والفحول والجرآ هي من الصفافة المحببة التي تغطي على عديد من الأمور لأنه بالنهاية هذه ليس إنسانا كاملا يستطيع أن يستحوذ عليها جميعا شرفتنا أشكرك وأنك شرفت جميل جدا وسريع أتمنى أنه يكون مطول أهلا وسهلا بك مع علي السيد عبد الكريم الدهمي سياسي ومبارز وصارم وبنفس الوقت نائب في مجلسنا مجلس النواب المجلس تشريعي شرفتنا أهلا وسهلا بك متابعين الكرام نختم حلقتنا لهذا اليوم أشكركم جزيلي شهور إن شاء الله إن قد قدمنا بشكل يعني سريع ولكن في غزارة في المعلومة وما يقدم لهذه الذهون الطيبة والعقول النيرة دمتوا بخير والسلام عليكم ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر